بعد قرار الدكتورة وزيرة الصناعة والتجارة بوقف استيراد مكونات التوك توك من الخارج ماذا على المستقبل التوك توك الآن؟ شوف احنا الموضوع ده بعد ما اخدت القرار عقدنا جلسة بس سيادتك ما حضرتهاش بحضور وزيرة الصناعة وحضرنا فيها كل الاطراف جاء فيها التضامن وجاء فيها المحليات طبعا وجاءت فيها وزارة الداخلية وجبنا فيها الهيئة العربية للتصنيع يعني وجبنا فيها المذكرة اللي تقدم بيها شعبة الصناعات في اتحاد الصناعات للوزيرة برؤيتهم بيتحدثوا طبعا عن اصحاب المصانع وهي مصانع وطنية الحقيقة يعني اللي بتشغل في المجال ده هو طبعا برضو قضية اصلاحية لا يوجد احد في مصر يستطيع ان يجادل في ان التوك توك مركبة يجب ان يعني يتم تنظيم العمل بها بتؤدي دور في القرى بتؤدي دور في الاحياء الشعبية الضيقة لكن المسألة مسألة فوضوية الى اقصى درجة عاكفت حكومات كثيرة في مصر ان هي تتعالج الموضوع والاسف ما نكحدش فيه فكان لازم على الحكومة الحالية ان هي تشد خط وتقول لا كفاية كده فهي الوزيرة ابتدت بكفاية كده ايه ان هي وقفت استراد ودي نقطة مهمة جدا استراد المكونات اللي بتخش في صناعة المركبة نفسها في الدراجة وليس قطع الغيار بتاعتها لان قطع الغيار ده معناها ده فيه ملايين الناس بتشتغل في هذه المهنة وابتدت تشتغل على واحنا قلنا لها الحقيقة اذا من يظن ان حل مشكلة التوك توك في المركبة نفسها في الدراجة يبقى مخطئ لان الاشكالية الاساسية في المنظومة التي تدير هذا الامر من رقابة وحكمة وخطوط سير ومواقف رسمية لها الى اخر وهي متفقة معنا في هذه المسألة فكان الحديث حول المرحلة الانتقالية انا بوقف لازم وانا بوقف ابقى واخد في اعتباري ان هناك صناعة وطنية جادة بمئات الملايين شغالة في الموضوع ده فعضي يا معالي الوزيرة ويحكومة مع ممثلي تلك المصانع عشان تشوفوا المرحلة الانتقالية هتبقى ايه انا عندي الاف العاملين يبدأوا هم يشتغلوا معاك وفي خطوط الانتاج للمركبة الجديدة اللي هي شكلها من ناحية الحضرية لائق وايضا من السلامة الخاصة بالمواطنين المصريين يعني ايه احنا دخلين على حياة كريمة وجمهورية جديدة يبقى برضو يبقى في مركبة طليق بشكل مصر الجديد اه مركبة طرح وهم مقدمين فيها التصارب يبقى دينهم رواحة اشتركوا في القناة